السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وسهلا بكم النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض سلسلة المينيراج السلسلة اللي بنحاول نستهدف فيها ان احنا نبني امبليكيشن خاص بتطبيقات الريتريف الاوجمانتج جينريشن او الراج وهي الفكرة بان احنا بيكون عندنا ديتا بنخزنها بعد كده لما المستخدم يفعل سؤال بنحاول بالاعتماد على بعض البيانات ان احنا نستخدم اللم في ان هو يستطيع الحصول على الاجابة للمستخدم النهاردة هتكلم عليه النهاردة هننسحب شوية بسيطا جدا من الابليكيشن وايز او بناء الابليكيشن نفسه لان احنا نفكر في فكرة اوكي الى الان احنا كنا بنستخدم دي الاوبن اي 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 او الكوهير عشان نحصل على الاجابة او حتى عشان نعمل او نحول النصوص الى فيكتورز عايدين دلوقتي نفكر طب ماذا هل في حلول بديلة مش عايدين نستخدم كلاود هل في حلول بديلة ان احنا ممكن نستخدم حاجة او ده اللي بيطرح مصطلح جديد اللي هو اسمه لما حد يكلمك على حاجة معنا ذلك ان هو بيستهدف ان هو مش عايز يستخدم حاجة وعايز حاجة يقدر يعمل لها على معين ويعرف يستخدمها وذلك النهاردة هنتكلم على نحن نعمل مع يدينا القدرة على ان يكون عندنا لالالام اي في سبيل ذلك خلينا نبدأ بالالالام نفسه وخلينا نتكلم على بروجيكت اولاما يكن اولاما يعني زاد سيطو ممكن تلاقي دواتي احنا بنسجل حلقة قارب على المية الف ستار اولاما المفترض ان هو بيديك او القدرة على ان انت تستخدم اي من موضلة الموجودة ويترنو كاذا او او سواء لوكالي او سواء بطرق تانية حنشوفها كمان شوية فاحنا نبدأ نستخدم اولاما اولاما طبعا واحدة من مدى الانستوليشن البسيط يعني سواء انت كنت ماك ويندوز لينكس كل واحدة من دول يطلب بس انك او تداولود مثلا شيل فايل وتعمله عندك وبالتالي بيكون اولاما جاهز اولاما ايضا بيديك دوكر ايميج انك تقدر ترنها ولكن الى الان في صعوبات في تشغيل الايه الاولاما على الدوكر بيمكن يرن معك بسهولة جدا ولكن نظرا لبعض انواع المختلفة او انواع بعض فبالصراحة خلينا اقولك انه الى الان هي ليست التجربة الافضل لرن اولاما على الدوكر فخلينا احنا في السليوشن هنا انواق برضو اولاما بتاعه مش فيه اختراعات كتيرة فاحنا نعرن اولاما لوكالي ان ده تريبا ده اللي هتنتهي به في نهاية الامر انك تعمل كده وحديك تركاية بسيطة ممكن تخلي سرعة بتاعتك اسرع واسرع بس خلينا نتكلم على تركاية دي بعد ما ننستول اولاما لوكالي ونتعلم ازاي من الابليكيشن من يراجي ان احنا نتواصل معه فخلينا في البداية انا هنا افترض طبعا عشان عندي ويندوز فانا ببساطة جدا هعمل داونلود هيداونلود معي ايك سي فايل ممكن حجمه تجاوة ستتموية ميجا وعشان ننتهي بيك للأولاما ستب دوت ايك سي هنررنه قادي نستول طعم الواضح دلوقتي ان احنا بنستخدم البوينت او بوينت سري بوينت اليفن طبعا بممكن ان ان انت ستخدم الو اس ال اللي هو انك تراني الوينتوز او لو انت عندك الوينتوز فاببساطة جدا انت مش محتاج غير السطر ده وبقية الاوامر اللي احنا هنعملها دلوقتي ان هي خاصة باولاما هتشتغل سواء كنت ماك وينتوز او الفكرة بس ابدأ للسعيد طيب بعد ما عملت افتح ترمنا الجديدة وحنجرب ان احنا نشوف اولاما موجود او لا فاكتب اولاما لست اولاما لست هيبدأ اديك ان هو ده الموضل الموجودة في اولاما ده في الوينتوز بناديلك واحد كده افتراضي اللي هو دولفن فاي موضل صغير ممكن انك تبدأ تجرب عليه طيب بالعودة البروجيكت اولاما هتلاقي ان انت عندك فوق هنا الويب سايت الاساسي بتاعهم اللي هو اولاما دوت كوم ولو دخلت عليه اولاما دوت كوم هتلاقي في الموضلز خلينا نروح على الموضلز اولاما نفسه بديك ريبوزيتري او مستودع من كمية موضلز كتيرة جدا طبعا بقسمهم كاتجوريز حسب الموضلز الاساسي يعني مثلا عندنا جيمة ومسلا عندنا كوين تو بوينت فايف فاي ستري بوينت فايف وهكا لكنه دخلنا على اي واحد من دول هده مثلا كوين تو بوينت فايف هيقولك ان انا هو كوين تو اصلا بوينت فايف عنده كذا اصدار حسب الاحجام يعني عنده حاجات من بوينت فايف في الحد لكن كل واحد من دول بقى معموله طرق بتخلي الحجم اصغر ولكن اكيد بتأثر على الكواليتي ولكن مش بشكل شنيع يعني يعني مثلا لو بفتع الليستة دي هلاقي عندي وفي هلاقي مثلا ان بوينت فايف طبعا كل موضل معمول منه نسختين برضو في حاجة اسمها البيز حاجة اسمها الانستركت البيز ده الموضل اللي مبني على فكهة انه ولكن مش مهيق لسه لفكرة السؤال والاجابة يعني في البيز انت ممكن تدي جملة وتقوله يكملها السلام عليكم ويا فيكملها ورحمة الله وبركاته بس مش مهيق لفكرة ان انت تقوله ده دوكومنت لخصولي دي مجموعة دوكومنت جاوبلي على سؤال منها دي بقى اللي احنا بقى الانستركت انك بتدي تعليمات عشان يديك اجابة فاذاك هتلاقي دايما مثلا في بوينت فايف بيز وفي بوينت فايف انستركت وهكذا في سيفن توتو مثلا بليون انستركت وفي منه برضو بيز وهكذا وكذلك بقى لو دخلت هتبص كده هتلاقي عندك مثلا البوينت فايف مسلا انستركت ده حجمه تلتمية وتمانية وتسعين ماشي ولو بصت كده هتلاقي فيه كل واحدة من دول بتدل على عصلت ناشي وحلاقي عندنا ده غالبا بيكون اكبر من مثلا يعني انت لو بتدور على اكبر حجم وبالتالي اعلى كفاءة فغالبا بتدور هتلاقي النسخة اللي اسمها فلوت بوينت سكستين طبعا المفترض ان احنا هو افضل موضل ان يكون مسلا فلوت بوينت سيرتتو اتنية وتراتين ماشي ده الحجم العادي جدا بس المتفق عليه ان سكستين جود بردو ولذاك ده هتلاقي ان اولاما بيقدم لك دايما السكستين لان هو افضل طيب انت دلوقتي تلخبط بفكرة هو كل واحدة من دول اختصار ده معناه ايه خليني اقولك دلالة بسيطة لو عادي الموضل مش هيتلاقي فيه باي نوع من الكوانتيزيشن والكوانتيزيشن هو ان انا اصغر حجم الموضل واحاول احافظ على الكواليتي بتاعته طبعا تصغير حجم الموضل معناه ان هنحصل على سرعة اعلى معناه ان لو عندي جي بيو او حتى سي بيو صغير في الامكانيات يقدر يفق الموضل يفت ويلود على ليه بسهولة ولكن ده على حساب الكواليتي على حساب الجودة طيب لو انا بتلخبط في الاسامة دي ان دي قصة الوحدي ها خليك لو انت عايز الدنيا بدون اي مشاكل مش فارق معاك السرعة والموضل بيلود ازاي في الممري عندك ممري كفاية له يعني روح على النسخة اللي اخرها FB16 طبعا قلنا دايما نستخدم الانستركت لان ده المناسب ليه الشغل بتاعنا وبص على الحجم بتاعه كل بامة 994 دول حيصغروا ده معناه ان انت اعلى وبالتالي موضل اصغر سرعة اعلى ولكن تأثير على يعني منكم انتقل من ال 994 ده لحاجة مثلا 413 لحاجة حسنا 385 طبعا مواضح ان انا اعلى وبالتالي ده حيساعدني فالفرايتي دي انت بتخطأ يعني لو مش قادر تفهم لان طبعا كل واحدة من دول عايزة بس انا بقولك استدلال سريع ممكن تروح فين بسرعة لو حابب تجرب حاجة بسرعة اوكي فخلينا مثلا ان انا اقول انا عايزة افتهدف ان انا هبص على الحاجات ال 3 billion instruct اوكي فتعلي ننزل لحد اللي فيها 3 billion instruct تطلع منها عندي كفلود ستة جيجا انا هاي ستة جيجا ده كبير جدا طبعا خلينا ندور على الحاجة اصغر فعندي وان بوينت سري ومسلا اا كيو سري كي اس وان بوينت فايف خلينا انا هاخد ده مسلا طبعا المصطلحات دي ممكن انك تذاكر دور على ممكن لو ربنا اداني العمر نشرحها في حاجة تانية بتدور مثلا على او طبعا اسأل حبيبك يعني لو سألتوا مثلا سؤال بتقولوا والله انا شايف حاجة اسمها كي فور كيو ال او كي سري كي ال فبيبدأ اقول لك والله ان عشان تقدر تفهم اي حاجة من دول لازم تفهم تلات حاجات حاجة اسمها كي فور او كي سري فبقول لك ان اللي سري او الفور دول دول النمبر اللي انا استخدمتهم عشان او يعني كلمة كيو يعني كلمة كي يعني اللير فبصراحة بدي لك ايه تفاصيل افضل لو حابب تفهم الكلام ده رجوعا للليست تعال نستقر على واحد تعال نستقر على فكرة ايه ان احنا قلنا احنا نستخدم سري بليون ولكن هنستخدم الايه ال كيو سري كي اس جاستن انك تدوس عليه هيدي لك الامر ده انك تعال انا مش عايز الامر ده كله انا عايز بس ده عشان حبدأ استخدمه معي طيب عودة لي احنا او لاما لست يبقى او لاما شغال الحمد لله او لاما اسحب ويحدي الايه اللي انا عملته فحيبدأ اعمل ايه هيبدأ اعمل لمرة واحدة ليه الموضل ده عندي طبعا هياخد شوية وقت يعني حسب صرعة الانترنت عندك طيب بعد عملنا خليني بس اذكرك بشيه لو انت حاس ان الجهاز عندك مش كويس جدا انك تدوس بهذا الحجم وترنها في مشاكل خلص اوكي خليك معي الاخر الفيديو عشان حوريت بقى لتركاية اللي ممكن تختصر عليك اثناء وانك بتطور مشروع وحب انك تستخدم حاجة ماشي طيب بعد ما عملنا بول بول ده بيعمل داونلود اوكي تعالي نعمل تاني او لاما لست فبقول لي عندي كونتو دلوقتي شغال عندي على الجهاز محتاجين نعمل ايه دلوقتي محتاجين نحن نرن سيرفر بص القصة دي مش هتلعوها على او لاما بشكل واضح ماشي انا عايز ارن او لاما هذا سيرفر عندي فبساطة جدا بعمل ايه بعمل او لاما سيرف بهذا الشكل ويحرن او لاما طيب في الاول حاجة انا لازم ارن السيرفر بتاع او لاما طبعا الخطوة دي مش واضحة جدا في الاولاما دوكمنتيشن او كي الفكرة في ايه انا عايز ارن اولاما كسيرفر بعدين اطلب منه ان هو يبدأ يلود موضل معين لان اولاما بتاعك ممكن انك تستخدم اكتر من لود اكتر من موضل على السيرفر ده فالخطوات دي ممكن متلاقاش داريكت لي موجودة في الدوكمنتيشن خلينا نرن اولاما سيرفر طيب لو حظل نكرنيت اولاما سيرف وراح قالك انه ده البورت بيران عليه اولاما ماشي حداشرة اربعة تات اربعة وضل على كده قالك ايه؟ ولكن فيه حد بالفعل شغال على الايه البورت ده لو حصل عندك كده في الويندوز فانت محتاج تعمل حاجة بسيطة جدا هتلاقي عندك في لو دست على هنا كده وشفت ايه اللي بترن هتلاقي علامة اولاما موجودة عندك ببساطة جدا روح على العلامة دي فحيقول لك ان انا اعمل كويت اولاما يا الفكرة بس ان السيرفر بالفعل شغاله فاحنا عاديين نعمل له كويت بس انت لو سبته عادي جدا بس خلينا عشان نمشي بنفس الخطوات انا هعمل كويت لاولاما ناشي من كباجراوند سيرفر عشان ارنه انا هدوس على كويت اولاما ويبدأ اشتغل تاني اعلى ارن تاني اولاما سيرف فعمل معي الايه بدأ يشغل السيرفر عندي طيب السيرفر ده لدي ما يفضل شغال طبعا احنا هنا بالرن يعني السيرف ده لدي ما يفضل شغال ماشي وهنروح نفتح تيرميل جديدة ماشي والمرة دي هنقول له اولاما وين ادي الاي دي بتاع الموضل اللي انا عايز ارنه اللي هو موجود في اولاما لست فهتعال ارن اوكي هو اللي احصل هنا دلوقتي ايه طبعا طول ما السيرفر شغال هتلاني السيرفر بدأ يتلقى فكرة انه لود معاك في السيستم بين الموضل ده طبعا لو رجعنا تاني لأولاما رن هو كده السيرفر جاهز انه يشتغل على مين على الموضل ده وهنا برضو بيديك فكرة ان انت ممكن تتشات من خلال التيرميلل مع اولاما فانا سألته سؤال كان يو دسكرايب دمون ان لزان فيفتي ووردس مثلا خلينا نستهله السؤال ده ونشوفه هيجاوب ازاي فراح قال لي شور دمونز برايت ان دفلكت كذا كذا طبعا هنا لو كتبت في العربي في التيرميلل بتاع الباورشيل هنا بيطلع الكلام يعني هل يمكنك ان تصف القمر انا بس بجرب بس معاكم فكرة ان انا ادي اي كلام عربي بس هو يعني ايه بلخبط العرض نفس يعني ماشي فايه طبعا ايه جاوب لي ايه بيه الهندي بالصيني طبعا عايز ان انا اسحب من القصة دي بقول له ايه سلاش باي فايه باي دي بتخليه يطلع برا طبعا مثلا انا عملت اولاما لست هدين موضلة اللي عندي او ممكن احنا نقول له اولاما ار ام او ريموف وندي الاي دي بتاع الموضل فهيبدأ ان هو يديليته من عندك اوكي فلو عملنا اولاما لست تاني فهتلاقي بس ده الموضل اللي ايه فضل عندك وفي اي لحظة لو روحنا السيرفر عملنا بس يعني فايه هيسطوب ايه السيرفر عندك طيب هو احنا لما عملنا فعندنا الموضل ده فتعالي ناخد الموضل ده بس هنعمل له هو ال اوكي بس تعالي طبعا اولاما سيرف تاني اوكي طبعا لازم نروح نعمل للافس ما عملنا للاولاما لان هو اشتغل في الباكراوند فتعالي اولاما سيرف فهو شغيل كه دلوقتي وتعالي هنا هنقول له اولاما اران وندي الاي دي بتاع اوكي طبعا كتبنا اولاما غلط سوري. في ايه? هيبدأ ان هو يران. فاقول له مسلا. في ايه? بدأ يكتب بهذا الشكل. طبعا بمراقبة اولاما سيرف هنلاحظ بقى يقولي ان فيه جاتني على تشات جاتني على طيب. دلوقتي عندنا اولاما شغال. وده ملتلك لو مش شغال عندك مش عارف تشغاله بسبب امكانات جادك المتوضعة حوريك تركاه في الاخر. بس ايه اللي همنا دلوقتي? اولاما عرفنا نشغاله كسيرفز. ازاي نعرف نحطه في الميني راج ابليكيشن. بتصفح مشروع اولاما هنلاقي ان عنده فيه سكشن اسمه اوبن اي اي اي. الفكرة في ان اوبن اي اي هنا هو طريقة بتاعت اوبن اي 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 يعني ازاي ابعت اوبن اي اي واستيلي منو ريسبونس. الطريقة بتاعت اصبحت في مشاريع كتيرة جدا. فانا عادي جدا ممكن بكون بستخدم اوبن اي اي. وعادي جدا بقى اسويق لو بستخدم اولاما ما اغيرش كتير عشان اعرف استخدم برضو اولاما. فده اللي احنا بسميه بقى اوبن اي 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 طيب ازاي انا بالفعل عندي في عندي اوبن اي اي كلاود صح? يعني خليك فاكر احنا بالفعل عندنا في كنا عامين حاجة اسمها اوبن اي اي وفي اي 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 ده اللي احنا اخدينه من اوبن اي اي واي. وحطينا حاجة اسمها اي بي اي اي وار ال. وققوا bênna ان احنا هنستخدم الاي بي اي 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 لو عادينا تتواصل مع تاني هو مش اوبن اي اي. ولكن بيتصرف كما اي 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 متابع نفس لستاندرد. وكنا حتا في اي 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 عشان ناس تتذكر. كان عندنا الابي اي اي هنا في لما بنعرف الاسلائنت لاستخدام الابن اي اي موديول كنا بنجي في البيت يوار ال وبنسأل بنقول لو فيه باي يوار ال واللنس بتاعه بالفعل فيه لنس اكبر من زيرو هنحطه لو ايلس هنحط بايه بنعم فلنعمل اي دل واتي احنا يكون معلنا ان احنا محتاجين نروح للدوت انف ونيجي هنا ونديه اليوار ال بتاع اللوكال اولاما اوكي فلو بصنا هنا تاني وروحنا الي اولاما دوكس هلاقي فيه عنده صفحة ثماء اوبني اي دوت ام دي لو فتحناها فبقول لي انا بالفعل بدعم الكمبيلتي بتاعت الاوبني اي ولو حاب انك تستخدمني وروح حط في البيت يوار ال ال ايه اليوار ال ده لوكال هوست دالبورت ثلاش فيرجن وان خلينا اخد الكلام ده اوكي وببساطة هنروح على الدوت انف اللي في السورس وفي ال يوار ال المرة دي هنحط الكلام ده هنحط ال يوار ال اللي مدهوني اولاما طب ماذا عن الكاي احط اي حاجة بتحط اي فاليو ان شاء الله حتى لو حرف فعنيك تبقي على الكاي بتاعتك دي او تحط اي حاجة مفيش مشكلة ده بالنسبة لي انا هروح فين ايه اسم الموضل اسم الموضل بالفعل انت بالفعل عندك اللي هو مين اللي هو ده مثلا لما قلت فتعال هاخده وحاجة هنا في بدل جي بيتي فور اومني اللي كنت باستخدمه اللي هو جينيريشن موضل اي دي هحط الدولفن ايه في لاتست وتعال ان كنت رسيف تخد بالك ان انا في جينيريشن باك انت انا اللي واستخدم فيعرب بقى وهيستخدم معا ده وهيستخدم معا الموضل ده طبعا عشان انا مستخدم هنا طب احنا عرفين الموضل ده مش كويس للعربي فهو هيولد اي حاجة بفعلينا نتأكد انه بالفعل بيولد اي حاجة فانا هعمل ولو كنت مشغل حاط فيه وشغله تاني عشان دوت انف بيولود مرة واحدة في البداية اوكي فهتعال نشغل طبعا ما تنساش احنا مشغلين بالفعل بتاعنا عشان وتعالى نرن من وعندي بهذا الشكل ده ده السؤال وتعالى ايه وتعالى نرن هنعمل هتاخد بالك ان انت لو رحت على السيرف بدأ ان هو يستقبل ومشغل ده وقت بيولد الاجابة ليك بالفعل ولد الاجابة وهذا الانسر اللي جاك من الايه من الموضل طبعا الانسر مش منطقية لان انا موضل ده اطلا مش مجاهز بفوض نستخدم موضل افضل بس اللي تعلمنا دلوقتي نحن رننا اولاما اوني بريم وما غيرناش حاجة في الكود مجرد دوت انف فجأة بينا نستخدم اولاما فدي من مزايا استخدام الاوبن ايه ستاندرد بتاع فلذلك لما استخدم بعد كده اي طول بتديك جينيريشن اسأل اول هل انتو متابعين اوبن ايه ستاندرد لو لقيتها يوما انت مش محتاج انك تغير حاجة في الكود بتاعك طيب هيحصل معك كتير جدا انت شغلت على الجهاز بتاعك ومطلوب انك تشتغل واحد من الموضل الموجودة على اولاما خلاص تقررت عليه بس اثناء فكرة انك تراني الكلام ده على وخصوصا لو الموضل كبير فكرة هتسبب لك بطء شديد مش افضل شيء طيب ان احنا كده كده بعدين ان شاء الله في البروتكشن هنروح مسلا نستخدم جي بيو نستخدم اجهزة افضل بس انا بتكلم على انا عيد حاجة اسرعة او بتعمل تجربة مع نفسك وعيد تستخدم فيها اولاما بشكل اسرع احنا عارفين كولاب كولاب من جوجل بيديك انك تستخدم كولاب نوت بوك عشان تراني فيها اللي يعلمو لك النهاردة حركة كده ايه لفة شوية انك ازاي تستخدم كولاب ده كسيرفر يعني ترانه كسيرفر كده وتستخدمه لفترة من الوقت ويه برضو تفضل شغال لوكالي على جهازك الشخصي فده ما انت شايف هتروح ببساطة جدا على جوجل درايف واحد كارية كولاب نوت بوك كي دي على الناس تتغط على كولاب لو او مرة تعرف يعني كولاب اكتب جوجل كولاب على اليوتيوب هتلاقي ناس كتيرا جدا بتشرع بس هو عبارة نوت بوك عادية بتكتب فيها شوية اكود طيب لو رحت على ران تايم هتلاقيه بديك او انك تستخدم السي بيو العادي احنا عادي نستخدم في التجربة بتاعتنا ده حتى لو انت فري بديه لك لو انت بديك انواع تانية ده الالفور والاي وان هندرد بس دلوقتي ماشي مناسب دينا هعمل سيف اوكي وتعالى من اولاما بتاع اولاما هنصخ كوبي بيست الاولاما بتاع اللينيكس ويهي تعالى هنرن طبعا ده من برويجكت اولاما نسختنا مين نسخت الكومند اللي هو ايه تحت اللينيكس شغل بيداونلوده باني ستقولي وتعالى هنا هنختار موضل دلوقتي احنا بنشتغل باعة كولاب فممكن نستخدار موضلة اكبر في الحجم يعني تعالى هروح على جيمة هو مسلا اوكي اختار الموضل نايم بليون فتعالى كده طبعا لو روحنا على الاف بي سكستين مسلا هو اول واحد فيه ده تمنتاشر جايجا بتاع نستخدم حاجة اصغر شوية ماشي فانا هستخدم مين هستخدم الانستراكت كيو فايف زيرو ماشي اللي هو ستة ونص جايجا حقوقي هنا بتاع ده وهارجع للنوتبوك بتاعتي كده عمل الانستريشن انا بس هكلير الريسبونز ده وهعرف هنا هسميه اولاما موضل اي دي اكوال واحط فيه الاي دي اللي انا لسه انا بهذا الشكل هرن طيب احنا قلنا ايه قلنا ان احنا في الاول لازم نرن الاولاما سيرف يعني فطبعا عشان ترن كومند جوال بايسون كود بتبدأ بالعلامة دي لان انت هتكتب كومند لينكس ماشي خلينا اوقف الاوتو كومبليت بتاع الكولاب انا اروح على tool settings عشان بس العايز واقفها يعني واروح على editor واقف هنا من الخيار ده واعمل سيف عودة تاني هنكتب اولاما سيرف طبعا عملنا اولاما سيرف بهذا الشكل اوكي حيرا ولكن هتشوف ايه هتشوف انه خلاص لازم ده افضل شغال طبعا اولاما سيرف لان مشتغل عشان تعمل اولاما طيب انا مش عاديد يفضل شغال انا عاديد اكتب حاجة تانية مش عارف اروح على كود كده واكتب لا طول ما دي شغالة هم عطني ازاي تشغل ده بس تشغله في فخلينا نصطد وهي دي الحركة يمكن اللي لو في امتها هتبني بها حاجات كتيرة جدا عشان تشغل كومن زي ده ببساطة جدا تعالها في الاول هنا وقل له نو هب ده باي ديفولت حيران الكومن ده في الباكراون بس في النهاية لا ده بتحط اند اند دي معناها يعني شغل بتاع ده وسكيب للي بعده بقى اروح شوف اللي بعدها فاي كومن هتحطه ما بينه هب واند المفترض ان هو هيران فين هيران في الباكراوند فتعالها كده هتشوف فابقولك ابندينج اوتبوت البتاع ده بدا ييران وبدأ يقول لي ان انا عندي ملف دلوقتي اسمه نو هاب دوت اوت ده في الاوتبوت بتاع ايه بتاع الكومن ده يعني لو جينا هنا فتحنا هلاقي في بالفعل نو هاب دوت اوت ودي كل اللوجز بتاعة اولاما سيرف طيب عايدين نوقف اولاما لسبب ما ممكن نيجي هنا ونستخدم ده بيقتل واقول له داش اف او اي بروسس اسمها اولا بص زي كده فالمفترض ان هو ايه قتل دلوقتي اولا فالكومن ده انت ممكن تستخدمه احطه هنا تحت على الجنب ده ممكن تستخدمه بالشكل ده ساعة ما تيجي تقتل على كانت طيب احنا عادي نعمل ايه احنا بالفعل تاني عادي نرن اولاما سيرف في لكن ممكن واحد اقول ايه بص يا اولاما سيرف بتحتاج مثلا ايه خمس ثواني عشان تقوم مثلا او كده ممكن نكتبول يعني فحنعمل ايه بعد عملنا دي اروحة من لمثلا خمس ثواني اوكي بعدين اند اند ايه الفرق بين اند دي واند اند اند دي بتقوله run و skip ما تستناش لكن دي معناها لا استنى لما دا يخلص الاول وبعدين نبدأ نفذ الامر اللي هاته وهاجه اعمل له تيل تيل دي بتاعرض نهاية ملف معين نهاية مين نهاية الملف ده نعمكم اجينا اقول لكو ببص نهاية الملف ده فبعد ما اتران اولاما سيرف هيستنى خمس ثواني وبعدين يعرض لي نهاية الملف ده فالنهاية دي هتقول لي اذا كان بالفعل في حاجة بتران ولا فيه ارور بيحصل اوكي فاتعالك كده هنران تعني هتلاقي بصبر خمس ثواني بعدين هيعرض لي نهاية النهاب دوتاوت طبعا ها دي لوج ليفز شغالة كويس يبقى ايه اولاما سيرف اشتغل كويس طيب هنعمل ايه تعالى نبول الموضل ادي الموضل عندي فانا حاجة هنا اكلير ده بس دلوقتي وهقول له نهاب سوري مش عايد نهاب دلوقتي لان بول هيخلص ويقف واقول له اولاما بول وادي الموضل بتاعي طبعا عشان احط القيمة دي من الفاريابل بتاع البايثون هنا بحطها بما بين اثنين كيرل براكت وحط اولاما موضل اي دي كده هي ايه هيبول الاولاما موضل اي دي طبعا هيبول على سيرفر ويندوز على سيرفر كولاب فغالبا هيكون داونلود سريع يعني بعد حوالي دقيقة عمل داونلود افعمل بول تعالى نفتل الفكرة تاني عايدين بقى نعمل ايه عملنا سيرف عملنا بول نعمل رن فعادي جدا مفروض ان احنا نيجي نقول له اولاما رن وين ادي الموضل اي دي بتاعنا اللو ده طبعا ده برضو عايدين نرنه في ونعمل ايه يو نحطه ما بين نهب ومنساش نحط في الاخر الاند السنجل اند وين ممكن نعمل نفس الحركة دي بالزبط نستنى دي خمس ثواني وبعدين نطبع التيل في ايه فكده يمفروض انه هيرن الايه الاولاما بتاع لكده فده في نهاية الاولاما ده كده لايه الوضع معناه انه بدأ حتى لقي التسلا تيفور فتعالا كده حتى نفتح هنا تيفور جي بيو فاطلاحظ انه هو بدأ يستهلك مساحة من الجي بيو. طيب حبي ان نختبر هل بالفعل على كولاب سيرفر ولا? لو رحت على المشروع كده وروحت على كيرل كده دورت على كيرل. هتلاحظ ان انت عندك هيديك اكزامبل كده العزيز. فانا هاخد الاكزامبل ده ورنه هناك في نوت بوك. اوكي فانا هعمل ايه? هعمل كود جديد. انا هنا هرن باش سكريبت فممكن انا اعمل كده. باش كده الامر التحت ده كله باش بقى ماشي مش محتاج نستخدم بس الايه? الاعلامة دي. فتعالا كده ننسخ الداع. اوكي. الفكرة ده اللي انت بتسهل عليه تشات تلاقي هنا. بعدين ده المودل نيم طبعا هو الاسف هنا في الباش مش هتعرف استخدم المودل اي دي دايريكت لي من اه زي ما عم كنت بتعمل كده. فهنحتاج ان احنا نكوبي بيست المودل اي دي ونحطه فين ونحطه هنا. بعد كده في اوبشن عندي اسمه ستريم بدل ما يرجع لي توكن توكن رجع لي مرة واحدة. هبقلو فالس. وبعدين دي المسيج. تعال نغير السؤال ده ونحطه سؤال عربي مثلا. او مثلا مع عاصمة مصر مثلا. اوكي? وتعالا نرن ونشوف هيرجع لنا ايه. فهيرجع لنا بسرعة كده عاصمة مصر هي القاهرة. فالموضوع ماشي كويس كده تاني. طبعا بالنظر على فاحنا عندنا ده عندنا دلوقتي. طبعا انت على عندك ممكن ما يكونش عندك طبعا دي. طيب احنا كده بالفعل فيه شغال على بس احنا دلوقتي مش عافين اكسس الكلام ده عندنا على جهاز. في النهاية لسه احنا مستخدم مين? على ده سيرفر كده عايش بقى في سيرفرات جوجل. ازاي بقى اعرف احول ده لحاجة اعرف استخدمها انا في اي جهاز تاني. اللي هو زي جهاز الشخصي. ان انا عندي هنا جي بيو وحصفة ما عنديش الكلام ده. فعشان نعمل حاجة كده هنستخدم الانجي روك. الانجي روك هكتب انجي روك على جوجل هيطلع لك اول سليوشن انجي روك اي بي اي جيتوي. ببساطة جدا هتدخل وتعمل وتسجل عضوية باكاونت جوجل بتاعك مسلا وبعدين تعمل لوجن. اول ما تعمل لوجن عند داش بورد بتاعك. تلاقي هنا فوق. وهتلاقي اشيات مثلا زي كوننكت. مفترض ان انت في النهاية عندك يعني اللي محتاجه هو ده. فانا هنسخ ده. اوكي. ماشي? ده اللي انا عايزه. وهي حبدأ استخدمه هنا. كولاب مديك دلوقتي ميزة لو عادي تخزن سيكرت. حس بعد كده لو شهرت الكود مع حد ما يشوفش سيكرت بس يعرف يفضل يعني آآ يستخدم الكود برضو او على مسؤولات الشخصية انك تمنج السيكرت بتاعتك. فانت بتدوس هنا على سيكرتس. وهتلاحظ هنا حاجة اسمها ادي نيو سيكرت. في ادي نيو سيكرت هتضيف اسم السيكرت بتاعك وانساميه مثلا كولاب انجي روك. وتروح حاطة السيكرت اللي سنسخينه من هنا. التوكن ده. ماشي? وتفعل دي. عشان تخلي الكولاب ده بي اكسس الايه? الكلام ده. وبعدين هتلاقي سطرين كود هنا تحت. السطرين كود دول هتستخدمهم عشان تعرف تجيب السيكرت. يوزر داتا دوت جيت. والسيكرت نيم ده مين? ده الكولاب انجي روك اللي انت ثمته بيه. خلينا هناخد سطرين دول ونبدأ نشتغل. الضبط نتغت سطرين وعندي اسم السيكرت اللي نسميته. وحطيته في الانجي روك كا ايه كفاريابوليان. ماشي? فكده بقى معك التوكن. ماشي? طيب. احنا عادين نعمل ايه? احنا عادين نستخدم لايبري اسمها باي انجي روك. انجي روك فكرته ايه? فكرته ان انت عندك سيرفيس اي بي اي اند بوينت شغالة على عندك. دروح يدي لك او ممكن انك تشغيره مع حد تاني. طبعا يدهو لك لمدة من الزمن. يوم كده ولا حاجة? وكل ما يراسته بتعمل. فهي خطوة سريعة لو عندك حاجة شغالة وعايز ان نعمل ما لها او تعرضها ان هي تكون جلوبال. فده اللي احنا استخدمه عن طريق طبعا ما بيستخدمش بس عن طريق بايسون. لو دخلت على بتاعدي جدا ممكن تنستول تول على الويندوز على اللينكس وتقول له رانيلي يعني بتاعته واضحة جدا. فاحنحول ما هو الى جلوبال. ده نفس الفكرة. عندنا سيرفيس دلوقتي شغالة على ده. عايدين نديها جلوبال. عشان نعرف نستخدمه من علاجاتنا الشخصي. طيب هنعمل ايه? تعالى نستول اول حاجة بتاعت اوكي. فانا هستخدم اقول له هعمل كده بيب نستول باي انجي روك ودي الفيرجن حاليا لانا اشغال عليها. اوكي معي بالفعل حاجة اعمل ايه بعد كده? حاجة اقول له فروم باي انجي روك امبورت انجي روك وكونفجريشن. ودي السيكرت بتاعي. اوكي. اول حاجة بافتخدم عشان احط الديفولت توكن. فبساطة جدا هروح اقول له كونفجريشن جوت دوت جيت دفولت دوت اوستيكيشن توكن اكوال مين? اكوال التوكن بتاعي. طبعا الكلام ده انا جايبه من بتاعت باي انجي روك. كده انا حطيت عشان انجي روك يتعرف عليها. طيب بعدين بتقول له بورت اكوال وفين البورت اللي انت عايز تفتحه? ده البورت اللي انا عايز افتحه. 11 اربعة اتربعة. فانت بمكن بقى تغيره حسب البورت اللي شغال عندك لوكال. بعدين حاجة اقول له بابليك يوارل اكوالي. واطلب بقى من انجي روك. اقول له انجي روك دوت كوننكت. لو سمحت كوننكت على البورت ده. واديني بابليك يوارل. اعرف اشتغل بيه. وتعالى بنطبع البابليك يوارل ده. بعد كده هنشوف شكله عامل زي. بس بمساطة شديدة جدا. بحدد له البورت. حطيت له التوكنيش. الاثنتيكيشن توكن. وبطلب منه نضيب لي بابليك يوارل اعرف افتخدامه. فهنراني الكود ده. اداني لايه? البابليك يوارل ده. طيب. تعالى نجرب. فانا هنسخ الوارل ده. الاول هعمل ايه? هتست هنا لوكالي هنا. نفس الباش كومان ده. بالزبط. ولكن هنستله مع مين? هجرب بدل اربعة تلاتة اربعة دي كده. هجربها مع ايه? مع الوارل ده. هشي? فانا بس بدلت مين? بدلت الوكال هست اربعة تلاتة اربعة. طبعا داني هكمان حاجة فيها اتسائل. فده بيحليلي مشاكل كتيرة جدا في الانتجريشن. وتعالى نجرب كده بسم الله. ناشي. طبعا هو حصل دوتي بس ارور. وكويس انه حصل يعني. آآ بانه لما جينا بعد حصلنا على الوارل من انجي روك. الوارل لما جينا اكسسه ما كانش بحرفي تاكسس ليه? لان قول ما عمل شوية افديتس. على السيرفر بتاعه. عشان ينفليديات من بيحاول يسأله. فبايد ديفولت هو بيقول ان السيرفر بتاعي اللي اكسسه هو نفس الجهاز. لكن انا دلوقتي في الحالة دي عايز اقول له لا اكسس اي حد يجي لك من برا. ماشي. فمحتاج اعمل شوية تعدلات بسيطة. اول تعدل هنعمله وهو بسيط جدا. انا طبعا هعمل خلينا نعمل استار سيشن. اللي بدأ من الاول خلص. اوكي. تعال انا هعرف هرن برط الاولاما اي دي. وتعال على الاولاما سيرف. الفكرة في ان انا وانا برن الاولاما سيرف لدي ما اقول له. الهوست اللي هو حيرن عليه. ماشي. باي ديفولت الهوست بتاعه. يعني لو بسيط كده كده اولاما. هو هيعرف الهوست بهذا الشكل. اولاما هوست اكل. باي ديفولت دي قيمة اللي فيه. مية سبعة وشرين زير دير واحد اللي هو اللوكال هوست. والبورت اللي هو وحداشة اربعة تلاتة اربعة. بهذا الشكل. انا عايز اغيره اقول له بادة اللوكال هوست انت حت اكسس اي حد جامي مبرك. وبدي اربع اصفار مع ذلك ان هو هيعرف في اكسس اي حد جامي مبرك. وفي الهداشة اربعة تلاتة اربعة. ممكن تسيبها دي ما هي. بس خلينا مثلا نغير البورت. اشان اقول لك برضو ازاي مسلا كنت غير البورت. يعني انا عايز اخلي الاولاما بيران على بورت امان تلاف. بعدين عندي حاجة تانية. اسمع اولاما اوريجين. اندرسكور اوريجين. هو مكتوب في كده. ان هو يقبل بس اي حد جايله من نفس الجهاز. لكن انا عايز اقول لك اي بل الكل. اي بل اي اوريجين جالك من بره. فبهذا الشكل. فده شكل الجديدة اللي عاديين نحطها لأولاما سيرف عشان يعرف ناكسس باي حد من بره. لكن طبعا لو رنيت بهذا الشكل الكومنت بهذا الشكل اللي نعنوه هاب مش مفهوم. ما يدرش يفهمه. فلو عندك كومبلكس معقد. يعني كومنت معقد بهذا الشكل. وعايز ترنه كومنت واحد. فحنا ممكن ناجي نعمل بفتاطة جدا. نحطوهما بين اتنين دابل كوتشن بهذا الشكل. دي بايدفول تعملونك تعرفها في اللينكس يعني عادي. وحتيجي هنا تقول له باش. باش سي. باش داش سي. باش داش سي. ده كومنت على واحده. باقس اللي اسمه باش. وبتدي داش سي. يعني كومنت وبتدي الكومنت الكومبلكس او اكتر من كومنت في سترنج. هو حيحول السترنج ده لكومنت ويعرف رنه. فكده نعرف نخلي نهاب ياخد بس كومنت واحد. اللي هو ايه? باش سي. وبعده اللي حيرنه الباش. الكومنت المعقد اللي الباش حيرنه. فأولما أولما هوست وأولما اوريجين وبعدين أولما سيرف العادي بتاعنا. فأولما سيرف المرة دي حيرن بس بالكونفيجريشنز اللي انا مدهاله بالشكل ده. فتعالا كده نرن. فرن. وهتلاحظ انه في الليسنينج هنا انه بدأ يلسن على بورد ثمان تلاف لان ده البورد اللي احنا غيرنا. نفس اللي عملنا هنا. احنا عملنا خاص بول بالفعل قبل كده. فرن. تعالا فرن. بدأ ما نقول له اولما رن بهذا الشكل. تعال ناخد نفس الشكل ده بالزبط. فبحط نفس سيتنجز بس بقول له اولما رن وادي الاولما فتعال نرن. فبدأ يرن. طبعا لو مدتوش سيتنج دي مع الاولما رن حيروح على السيرفر الافتراضي اللي هو احداشر بعة ثلاثة ايه? اه اربعة. طيب ده معناه ايه? معناه تعال نرن الكومنت تاني بس مرة دي بقى غيرنا خلنا ايه? ثمان تلاف. عادي بقى ممكن او كده عادي. فتعنا رن مع عاصمة مصر. فقال لي عاصمة مصر يا قائرة. كده اولما سيرفر بالسيتنجز اللي انت شايفها دي قادر على انه ايه? انه يجد اكسس من بره الجهاز بتاعك. فعودة بقى للانجي روك. احنا قلنا في الانجي روك. عرفنا الاثنتيكيشن. حطينا الديفلت اثنتيكيشن. بعدين هنقول له كنا عامين 11 اربعة. الوقت هاته اربعة. لا دلوقتي هنقول له البورت جديد. اللي هو تمن تلاف. وهنطلب منه ايه? هنطلب منه ان هو يجينيرات بابليك يو ار ايل للبورت اسمه تمن تلاف. طبعا ان انت هنا في الانجي روك فري فيرجن. فيرجن بلاش فانت بسموح لك ايجنت واحد اللي رن يعني. البي انجي روك ده ايجنت هو اللي يطلب منه يكاريت له بابليك يو ار ايل. لو حصل من ادلك ايرر وقال لك ده في ايجنت تاني شغال. وانت مش عارف فين الايجنت اللي شغال ده. ببساطة جدا هتروح على الداشبورد فيه تانيلز فيه ايجنت وده هتلاقي اللي شغال عندك. ممكن تعمله تعمله عشان تعرف تشوف ايه اللي شغال عندك لو حصلت عندك متكلة بهذا الشكل. طيب بعد ما حصلنا على ده تعالى هننسخ نفس ده في الاول وتعالى هنا هنجي هنا بس هنغير لوكال هست. ثمن تلاف اللي ده هنجي روك. هنا بس احنا بنجرب نشوف الدنيا شغالة ولا? لا. فاداني مع عاصمة مصر يا القاهرة. دلوقتي خلاص احنا كده حصلنا على من الكولاب. هنثيب الكولاب شغال دايما هو دلوقتي كده. وتعالى ناخد ده. ونروح على الكود بتاعنا. عاوضة ان الكود بتاعنا كنا في الدوت انف كل احنا عايدينه ان احنا نختار تكون ونيجي على وكنا ميدينه مين? ميدينه اللوكال هست. عايدين بقى نشيل اللوكال هست ده. ونحط مكانه الايه? اللوكال هنجي روك. اوكي? ويه بالنسبة للمودل اي دي? فده المودل اي دي اللي احنا عايدين ايه? نستخدمه. بهذا الشكل. عملنا سيف للدوت انف. تعالى نوقف ده. كوترول سي. وتعالى نرن السيرفر تاني. وتعالى نروح للبوستمان ونجرب. المرة دي بقى بوستمان لما هيبعته هيبعته المين? هيبعته اليوريل ده. اللي هو عبارة عن سيرفر احنا استخدمنا كولاب عشان نرنه. ونرن مودل كبير جدا ناين بليون زي ده. اتعالى بانصر نسل السؤال ونرن. انبص كده فنلاقي بالفعل بدأ يجيب لنا انصر. بعيدا عن مدى قوة الانصر دي حاجة نخلحها بعدين. بس كده قدرنا ولا الحمد ان احنا لو محتاجين نجرب حاجة من قولاما حجمها كبير وعندنا كابلة على كولاب قدرنا نحول كولاب لسيرفر ده اولا. ببساطة شديدة جدا. قدرنا نحول كولاب لسيرفر. وعرفنا فكرة كلمة زي ان احنا ممكن لو في كومند هو نرميه ورا في وكمان عرفنا شوية حاجات في اولاما زي ان غير غير وما لذلك. وتعرفنا على انجيروك. ان هو ببساطة بكوت بسيط جدا. هيعرف يديني اعرف استخدمه. فانا بس انا عن نفسي باستخدم الفكرة دي دايما. ان انا عايز اجرب حاجة. مش عايز اجرب على لوكال ماشين عندي. عايز جي بيو كبيرة. بروح على كولاب ورن السيرفر والدنيا كلها شغالة. طبعا ده كله عشان يصرع من وطيرة التجارب بتاعتك. اتمنى ان شاء الله يكون الدرس ده اداكوا فكرة ازاي ان احنا مغيرناش خالص في الكود. لكن ازاي ندرنا نستخدم اولاما كلوكال ال الام سيرفر. ان شاء الله في مرات جاية هيبقى فيه بعض الحال برضو من هذه الطريقة عشان نقدر نسرع بتاعنا. ان شاء الله هتلاقوا في الريد مي فايل بتاعت الجيت هاب. بتاعت الدرس الاثناشر. ماشي? و ممكن انك تطلعوا عليها باذن الله. وحسيب وصف لها برضو في بتاع الفيديو. شكرا جدا واشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم واتلا وبركاته.